وداعاً أزمة الإيجار الأديم مقترح يحل 80% من المشكلة قضية الإيجار الأديم في مصر بقالها سنين طويلة ومحدش عارف يحلها مشكلة الأساسية هي أن الملاك والمستأجرين ليهم مصالح متعارضة وده مخلي البرلمان والحكومة مش قادرين يلاقوا حل يرضي الطرفين النائب إيهاب منصور بيقول أن التعامل مع الموضوع ده صعب جداً لأن أي محاولة الحل بتعمل مشاكل تانية فالقضية بتفضل موجودة زي ما هي فيما طالب دلوقتي أن قانون الإيجار الأديم يبقى ضمن أولويات البرلمان في الدورة الجديدة لأن حل الأزمة دي مهم جداً البرلمان بدأ بالفعل تطبيق قانون جديد في 2022 خاص بالأماكن المؤجرة لغير السكن زي الشركات والمحلات والقانون ده ساعت شوية في حل جزء صغير من المشكلة لأنه سمح بزيادة الإيجار بنسبة 15% لمدة 5 سنين وبعد كده الوحدة ترجع للمالك منصور كمان وضح أن فيه حوالي 2.5 مليون شقة ضمن نظام الإيجار الأديم بس حوالي نص الشقة دي مقفولة وغير مستخدمة هو شايف أنه لو تم تحرير الشقة المقفولة دي ممكن نحل 80% من أزمة الإيجار الأديم وده هيفيد الملاك اللي مش عارفين يستغلوا وحداتهم في الآخر حل أزمة الشقة المقفولة هيساعد كتير في تخفيف الحاملة على الملاك لأن فيه ناس كتير مش مهتمة بالشقة اللي مؤجرينها ومش سايبينها لحد يستفيد منها واعتقد برضو أن القصة دي بتاعت الاهتمام بالشقة المقفولة بتاعت الإيجار الأديم هتحل أو هتشارك في حل مشكلة السكان في مصر يعني ممكن تقلل كمان أسعار الإيجارات وهتساعد في حل أيضا مشكلة السكان أترك لحضراتكم التعليق اشتركوا في القناة